خلينا نلعب لعبة انت كاتب جديد او قديم هاوي او محترف وانا معرفكش كقارئ وانا مش في معرض الكتاب او في مكتبة وانا بقلب حتى في تطبيق زي ابجد خصوصا في زي الارتفاع اسعار اللي حصل دلوقتي يخليني اخد قرار بشراء عملك انت بالتحديد حقا برغم ان الموضوع في توفيق الهي صريح ولكن برضو في معايير تقنية وتسويقية صرفة ينفع انت تعملها وهو ده محور حلقتنا النهاردة ايه اللي انا اعمله عشان اجذب القارئ للعمل بتاعي يلا بي عودة الى سلسلة تقنيئات الكتابة او ورسة الكتابة الابداعية اللي بلخصلك فيها الدبلومة الفنية المتعلقة بالرواية السينمائية وتقنيات النقد الادبي واساسيات البناء الدرامي وفلسفة القصة لانا درستها برا مصر بالاضافة لخبرة خمس سنين تقريبا في مجال البوكتيوب والنشر والكتابة والتحرير الادبي وعضو في لجنة قراءة لأكتر من دار نشر بدي لك كل الكلام ده في نقات مركزة عبارة عن فيديوهات مجانية تماما على يوتيوب ولكن دوري بينتهي معا عن الفيديو يطلع قدامك دورك بقى ان انت تساعد في انتشار هذه السلسلة بالتحديد سبق ان احنا قلنا اكتر من مرة ان القناة دي قائمة على نقض الروايات واستعراض وترشيح الاعمال الادبية اللي انا قارتها ولكن تقنيات الكتابة وتعليم الكتابة سلسلة بدأت بطلب منك انت بالتحديد فيجب عليك انك تساعدها على الانتشار الموضوع بسيط جدا جدا مش ياخد منك اي حاجة هتعمل لايك للفيديو ده وهتكتب في التعليقات تحت هتتحب نتكلم في ايه في الحلقات الجاية من هذه السلسلة اي حاجة مستغلقة اي حاجة مش مفهومة بالنسبة لك في الكتابة تحب نتكلم عليها اقولها في التعليقات ونتناقش فيها ان شاء الله وتعمل شير للفيديو ده في كل مكان مهتم بالموضوع اصدقائك اللي عايزين يكتبوا جروبات القراءة على فيسبوك وغيره وغيره ده بيساعدني ان احنا نوصل لأكبر كم ممكن من الناس المهتمة بالموضوع ونحافظ على استمرارية السلسلة النهاردة هنتكلم على عوامل الجذب في الرواية وممكن تستغرب احنا ليه بنتكلم عليها ضمن سلسلة الكتابة الابداعية الحقيقة ان اهم اكتر من عامل ولكن فيهم عوامل بتبقى اثناء عملية الكتابة نفسها فلازم نحطها في دماغنا واحنا شغالين الفيديو همشي كالقاتي هنتكلم على عوامل الجذب واحد واحد هشرحولك باختصار وهديلك امثلة على روايات بالفعل انا محضرها على اختلاف الفترات الزمنية اللي صدرت فيها بذبتلك فيها بالامثلة دقة الكلام اللي انا بقوله وفي الاخر هيبقى فيه تمرين زي ما احنا متعودين من الفيديو اللي فات في ورشة الكتابة انت هتعمله في التعليقات وده وصلنا النقطة مهمة ان السلسلة دي مترتبة على بعض فيها نقاط بتسلم نقاط فيفضل انت تتفرج على السلسلة كلها فحتلاقي في السلسلة دي فيديوهات بكلمك فيها على خمس خدع بيلجأ اليها الكاتب المحترف لكتابة رواية كاملة في شهر هتلاقي ازاي ما تقعش في خطأ الخلط ما بين كتابة السيناريو والرواية نصايح من عشر كتاب محترفين عرب وعالميين في الكتابة وغيرها كتير حسب لك لينك السلسلة بالكامل في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا انصحك بشدة انت تبدأ بيها وبعدين تجي لي هنا وتعالى نبدأ بعنصر الجذب الاول اول حاجة هي اسم الرواية وده تعاون مشترك ما بينك وما بين دار النشر لازم انتو الاتنين تتفقوا على اسم يعبر عن محتوى الرواية وفي نفس الوقت يكون جذب خاني بس اوضحتك قبل ما نكمل ان كلمة جذب دي احنا مش بنتحك فيها على الجمهور مش بنخدع القارق مش بنبع له الهوى لأ المعروض كتير جدا يا جماعة لما انزل دار النشر الفلانية في معرض الكتابة لقيها منزل اربعين اصدار جديد ودي دار نشر واحد ده بس ما بالك بعشرة عشرين تلاتين ما بالك بألف وتلتمائة دار نشر مصرية فقط اللي هيخلي العمل بتاعك انت يظهر للقارق يجذب انتباهه عشان يقرأه يحدد هو حلو ولا وحش العناصر اللي هنتكلم عليها دي فالاسم زي ما قلنا لازم يكون بيعبر عن محتوى الرواية ما يكونش خادع ما يكونش بيبيع للقارق حاجة مش موجودة جوا الرواية وفي نفس الوقت يكون كاتشي بيجذب العين بيرن في الودن وتعال ناخد امثال عشان نوضح الكلام ده ومعايا هنا اربع روايات ينطبق عليها الشروط دي بنسب متفوتة وتختلف في مناطق اصدارها ونبدأ من الاخر للأول بأول عمل ثلاثية غرناطة دي الاصدار الاول بتاعها كان في سنة اربعة وتسعين ورواية ثلاثية غرناطة لو انت ما تعرفش هي الحاصلة على جائزة افضل رواية في معرض الكتاب سنة اربعة وتسعين ثلاثية غرناطة ده بيعبر عن محتوى الرواية لانهما ثلاث روايات عبارة عن متسلسلة رواية ثلاث روايات جوا بعض بيكونوا الكتاب الكبير اللي قدامنا واسمها ثلاثية غرناطة اي حد مهتم بتاريخ الاندلس او بتاريخ المسلمين عارف معنى كلمة غرناطة المعقل الاخير لأهل الاندلس في هذه المنطقة فنتج عن كده ايه ان احنا فهمنا اوتوماتيك ان الرواية دي بتتكلم على الاندلس وفي نفس وقت الكلمة الواحدة هتشد الانتباه حيوضح اكتر في الامثلة اللي بعد كده رواية عزازيل ليوسف زدان دي اصدار 2008 واللي خدت جائزة البكر في السنة اللي بعدها 2009 خدت بالك من اسمها عزازيل لو انت ما تعرفش مدلول الاسم فالاسم في حد ذاته غريب يشد الانتباه يعني ايه عزازيل كلنا عارفين عزرائيل ولكن عزازيل دي جديدة على ودني لو انا عارف المدلول هتشد انتباهي اكتر لان عزازيل هو اسم من اسماء الشيطان وطبعا الكلام ده موجود جوه الرواية لانه بيظهر للبطل ويوسوس له على مدار العمل كل مثل اخر رواية اوراق شمعون المصري اصدار 2021 زي ما هو واضح من اسمها الفكرة فيه هو التضاد شمعون اسم يهودي صرف صريح ازاي مصري فنائد شديد والكلام ده ينطبق فعلا على المحتوى اللي بيحكي قصة شخصية خيالية اسمه شمعون وطبعا ما ينفعش انا اكلمك على حاجة ماكنش انا شخصيا بطبقها او طبقتها فيه اصفار مريم المحرمة الاسم فيه فكرة اصفار مريم طب ليه محرمة ومين هي مريم ويعني ايه اصفار الكلام ينطبق على الرواية اللي بتحكي قصة تاريخ مريم وعائلتها على هيئة اصفار ومحرمة ليه ده ليه علاقة بنهاية الرواية يبقى نلخص النقطة دي بسرعة ان احنا نختار عنوان يحتوي على شقين انه يكون جذاب للعين والاذن ويعبر عن محتوى الرواية وما يكونش خادع وتعالى نخش في النقطة التانية وانطة التانية ليك يد فيها ولكنها في الاساس تابعة لدار النشر وهي الغلف غلف الرواية عنصر جذب رئيسي بتشد عين الراجل اللي ماشي في المكتبة او في المعرض وما يعرفكش انا بركز على نقطة ما يعرفكش دي لان ممكن رواية لا تنطبق عليها اي من المعايير دي وتكون لكاتب كبير انت عارفه ومجربه وليه اعمال كتيرة في السوق وعامل اسم يسمح له ان هو يبيع وان هو يتشد وان هو يتقري من غير ما يكون عامل اي حاجة من الكلام ده فالغلاف لازم يكون برضو يحتوي على حاجتين الحاجة الاولى انه يكون جذاب للعين والحاجة التانية انه يعبر عن محتوى الرواية او ليه علاقة بقريب او من بعيد بمحتوى الرواية ومش هتكلم بالتحديد على ثلاثية غرناطة لان الغلاف ده تغير كتير قوي الغلاف ده قديم شوية اتغير اكتر من مرة فمش هينفع نطبق عليه نفس الموضوع ده ولكن ممكن نطبقه على عزازيل اللي برضو تغير ولكن اللي اغلفها كلها جذابة فعلى الغلاف ده في جزء من مخطوطة وده ليه علاقة بمحتوى الرواية لان الرواية عبارة عن مخطوطات بتحكي قصة بطل الرواية عبر حياته كلها اللي بتتوازى مع الفترة الانتقالية في مصر القديمة ما بين الديانة القديمة والمسيحية تعالى نشوف المثال الآخر اوراق شمعون المصر لو بصيت في الغلاف كده هتلاقي الشمع ده للسباعي وشكل الكتاب القديم اللي على هيئة مخطوطة ده لان الكتاب عبارة عن اوراق كتبها البطل نفسه بيحكي فيها مذكراته فكأن ده غلاف المخطوطة نفسه اصفر مريم المحرمات دي فعلا منطقة الماكس في الحقيقة في الواقع اللي بتدور فيها احداث الرواية كرواية مكان والايقونة اللي فوق دي هي شخصية مريم اللي بتسقط فالغلاف جذاب وبيعبر عن محتوى الرواية يبقى نلخصها برضو في نقطتين ان الغلاف يبقى بيشد العين في الوان ظهرة ينفع تاخد عيني وانا ماشي وسط الاصدارات الكتيرة وفي نفس الوقت يكون له علاقة بمحتوى الرواية ما يكونش مجرد غلاف تجاري ونروح للنقطة الثالثة كلمة الظهر هي العامل المؤثر التالي في اختيار القارق للعمل ده احنا شدينا انتباه القارق بالاسم والغلاف فمسك الكتاب مدام مسك الكتاب احنا وصلنا لمرحلة مهمة جدا ايه اللي هيخليه يفتح الكتاب ويبص في اول صفحة لازم اشدي انتباهه الموضوع ده ليه 3 اشكال محددة الشكل الاول هو اقتباس من العمل نفسه ممكن يكون قوي جذاب ولكني لا انصح بده لانه ما بيدينيش فكرة عن محتوى الرواية اه بيشدني ولكن ما بيعرفني شراء تتكلم عن ايه التاني هو كلمة او ريفيو صغير عن الرواية بتبين فكرتها بالدور حوالي ايه من جر ما نحر هي الاحداث والشكل التالت هو ما يجمع ما بين الاثنين اقتباس صغير وشرح بسيط فيه شكل رابع ولكنه ده بيبقى مع الكتاب المتحققين يعني اللي هو سطرين كده عن النقاض والادباء والجواز اللي اتكلمت على العمل ده وده انطبق على المثال الاول بتاعنا سولاسي الغرناطة لو قلبناها الورا كده حنلاقي كلمة الكاتب علي الراعي محمود امين العالم لطيفة الزيات والنقض صلاح فضل اما في عزازيل فاحنا حنلاقي اقتباس ولكن اقتباس بيشرح الفصل الاول في العمل وفكرة الرواية بشكل كامل انها عبارة عن مخطوطات بتحيي قصة الراهب هيبة في النصف الاول من القرن الخامس الميلادي والفترة الحرجة اللي تتكلم فيها الرواية اما بالنسبة لأوراق شامعون المصري فاحنا حنلاقي اقتباس برضو ولكن جواه شرح لفكرة العمل ان دي عبارة عن اوراق كتبها شامعون بن زخاري بيحكي فيها قصة خروج موسى مع قومه الى برية سين اللي هي سيناء ومرارة التيه والقصة بتاعته فيها اصفار مريم المحرمة حنلاقي ريفيو صغير بيتكلم عن الرواية واجواءها نحن بنتكلم في اسكندرية بس مش اسكندرية اللي انت تعرفها لا اسكندرية قرية الصيادين اللي فيها قهر وفقر وعنف وقتل ومخدرات اللي فيها دعارة اللي فيها اللي فيها واللي بنحكي فيها قصة مريم في يوم 31 ديسمبر اليوم اللي قررت فيه انها تموت ولكن الزمن وقف عشان يحكي لنا قصتها وقصة حياة عائلتها كلها شديت انتباهك وديتك في نفس الوقت فكرة وفية عن اللي انت هتشوفه فانت داخل متوقع اللي انت هتلاقيه فيه حاجة تانية انا ما بنصحش بيها اللي هي او هتشتري الكتاب ده انت لو اشتريته هتلاقيه اصرار العالم بتتكشف قدامك هتلاقي الجنة والعفاليت والتحضير والمشعارف كل الكلام ده في الاخر بيعلي سقف توقعات القارئ جدا وفي الاخر بيتصدم بانتاج ركيك وانت عارف بيحصل ازاي وده ينقلنا للنقطة الرابعة المشهد الافتتاحي المشهد صفر كل دي مسمايات تنطبق على اول صفحتين ثلاثة في الرواية اما القارئ يفتحهم ده حيبقى عنصر مؤثر تأثير قاطع في قرار شراؤه للعمل من عدمه هيشد انتباهه ولا لا? هيجذبه? هيثير تساؤلات عنده ولا لا? وهيسمح لك بأدة حاجات اولا زي ما قلنا هيشد انتباه القارق ده شكل اساسي وفي نفس التوقيت هيصبر القارق بتاعك لو خدت فترة تمهيدية طويلة شوية في الفرش لمكان وشخصيات العمل لو انت عرفت تشده في الاول بمشهد افتتاحي عالي الجودة ولكن برضو ارجع واقولك ان انت متعملش المشهد ما يكونش ليه علاقة بالعمل عشان شد انتباه القارق لا لازم يكون له علاقة بالعمل ولو ما ينفعش هو بداية الاحداث ممكن ابدأ بمشهد من قدام كفلاش فورورد وبعدين ابدأ احكي قصة الاحداث نفسها يعني اجيب مقتطف من مشهد مثير في احداث الرواية قدام احطه في اول الرواية وبعدين ابدأ احكي تسلسل الاحداث الطبيعي تعالى ناخد امثلة بالحاجات اللي معانا هي هي في ثلاثية غرناطة احنا بنبدأ اول سطر في الرواية بمشهد لوحدة عريانة ماشية في وسط الشارع يا جماعة احنا بنتكلم في غرناطة الاندلس المعقل الرئيسي للحضارة في التوقيت ده معقل اساسي للفلسفة وعلوم التشريع ازاي واحنا تمشي عريانة فيه فشد انتباهي ونجح في الوقت نفسه انه يخليني اصبر على الكاتبة وهي بترسم بقى المكان والزمان وتبدأ تقدم لي الشخصيات بالراحة مثال اخر عزازيل وده فيه حيلة رواية صريحة عبارة عن كلمة اسمها مقدمة المترجم بيشرح فيها مترجم العمل ان الكتاب ده عبارة عن مجموعة من اللفائف اللي لقاها في دير مهجور اثري بتحكي القصة المثيرة للجدل دي اللي بتتكلم في ألوهية المسيح من عدم في تحويل الديانة المصرية للمسيحية وغيره مكتوبة بالسوريانية القديمة وهو ترجمها واوصى انها تتنشر بعد موته عشان ما تأثرش على حياته لانها شهدت الخطورة طيب اللعبة في ايه في ان يوسف زدان او حالك ان ده عبارة عن كتاب السوريانية مترجم وفي مترجم هو اختلقه من دماغه ترجم الكلام ده ولكن ده مش حقيقي هو عارف يحطك في وهم رواقي سليم مليون في المية ناخد كمان اوراق شمعون المصري احنا حرفيا بنبدأ اوراق شمعون المصري بمشهد انشقاق البحر على سيدنا مساوى اتباعه وفرعون بيجري وراه اعتقد مافيش مشهد بداية ناري اعلى من كده ناخد كمان اصفار مريمد محرمه بنبدأ بواحدة ست مسكة طفل راضيح وبترمي نفسها من فوق قلعة قيد باي ليلة راس السنة الله طب هي ليه رمت نفسها من فوق ليه بتضحب نفسها هي والطفل ايه اللي وصلها للمرحلة دي فتحت عندنا تساؤلات تسمح لنا بفرش بعد كده في بيئة وشخصيات الرواية يبقى نلخصها بسرعة مشهد بداية يكون قوي جذاب يثير التساؤلات ويكون جزء من الرواية مش مجرد خدعة والهنا يكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة الكلمة فيها على نقاط الجذب بتاعة العمل الرواعي الخاص بك انت لقارق انت ما تعرفوش لقارق ما اراش لك قبل كده واول مرة يتعرف على قلمك وبكرر ان احنا هنا مش بنخدع القارق لا احنا بنشد انتباه القارق وسط المعروضات الكتير والانتاج الادبي المتزايد نوصل بقى للتمرين بتاعك انت عشان نتأكد ان انت فهمت النقاط اللي هتبتكلم فيها وهتعرف تطبقها هتمسك رواية لكاتب انت اول مرة كنت تقراله وتكتب تطبيقك انت لاربع عوامل الجذب دول في التعليقات تمسك رواية مثلا ابتسم فانت ميت اسمها شد انتباهي يعني ايه ابتسم وانا ميت الغلاف بتاعها في كذا المشهد الافتتاح هي بيتكلم عن كذا كلمة الظهر بتتكلم عن كذا وتدي له انت تقييم نجح في ايه من الاربعة واحد او اتنين او تلاتة من اربعة وما تنساش تقول لي تحب نتكلم في ايه في الحلقة اللي جاية من هذه السلسلة وبفكرك ان استمرارها معتمد عليك انت في المقام الاول اما بقى لو عاستوش بيع القرق اللجوة وتختار كتابك اللي جاي صح فحيظهر قدامك على الشاشة للوقتي سلسلة الكتابة الابداعية كلها روح تفرج عليها شوفك هناك سلام